أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ذكر الله في هذه السورة سورة سبا قصة سبا وقصة هؤلاء القوم عجيبة جدا فيتدل على أن من كفر نعم الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعاقبه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وسبأ كانت سبأ ملوك اليمن وكانوا أهل اليمن والتتابع منهم ويقال أن بلقيس بلقيس صاحبة سليمان التي سبق ذكرها في سورة النمل يقال أنها كانت منهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم ورزق وثمار دانية وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم بأن يأكلوا من رزق الله وأن يشكروا له وأن يعبدوا وحده ولا شريك له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا وقد جاء في مسند لما محمد أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبأ ما هو رجل أم امرأة أم أرض قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو رجل ولد له عشرة من الولد فسكن اليمن منهم ستة وسكن الشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكنده والأزد والأشعريون وأنمار وحمير وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان قال الحافظ بن كثير وهذا إسناد حسن وجاء أيضا بسند جيد في المسند من حديث فروة ابن مسيك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم قال نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم فلما وليت دعاني وقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فقلت يا رسول الله رأيت سبأ أواد هو أو رجل أو ماه قال لا بل رجل من العرب ولد له عشرة ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة يعني اتجه لليمن ستة واتجه للشام أربعة تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكنده ومذحج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخثعم وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان وهذا سنده جيد كما قال الحافظ ابن كثير قال علماء النسب ومنهم محمد بن إسحاق اسم سبأ عبد الشمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش والعرب تسمي المال رياشاً وريشاً لأنه عادة العرب ما كانوا يسبون فلما سبأ سمي سبأ المهم أن قوله عليه الصلاة والسلام أنه رجل من العرب أنه يعني من العرب العاربة الذين كالوا قبل إبراهيم الخليل عليه السلام من سلالة سام ابن نوح أو على قول أنهم من سلالة الخليل عليه السلام المهم أنه جاء من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم وصول القبائل من عرب اليمن لقد كان لسبأ وذكروا أنه لم يكن ببلدهم شيء من المنغصات أو المزعجات أو البعوض أو الذباب أو البراغيث كانت بلدة طيبة وكانت معتدلة الهواء الصحيحة فسر الله سبحانه وتعالى قوله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية فسر الآية بقوله جنتان عن يمين وشمال يعني من ناحية الجبلين والبلدة بين ذلك كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور غفور لكم إن عبدتموه وحده لا شريك له فأعرضوا عن توحيد الله عز وجل وعبادته وأعرضوا عن شكره على هذه النعمة التي أنعم بها عليهم وعدلوا إلى عبادة الشمس كما قال هدهد سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وأعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون قيل أنه بعث إلىهم عدد كبير من الأنبياء فلما أعرضوا وصدّوا وكذّبوا المرسلين قال الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم يعني السيل سيل العرم السيل الشديد أو سيل العرم المراد بالعرم الوادي وقيل الجرذ الذي نقب السد فانهدّ عليهم السد وأغرقهم ماءه بأمر الله عز وجل وقيل العرم هو الشديد القوي فأرسلنا عليهم سيل العرم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ثم مع إهلاكهم وخراب سدهم خرّب الله عز وجل عليهم جميع البلد خرّب ما بين يديه لما انهدّ السد خرّب جميع ما بين يديه من الأشجار والأبنية وغير ذلك ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطّمت وتبدّلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النظرة كما قال الله بدّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وهو العراك خمط هو العراك قيل وأثل وهي الطرفاء الطرفاء ولما كان أجود لما كان أجود هذه الأشجار المبدّلة هو السدر قال وشيء من سدر قليل وشيء من سدر قليل فهذا الذي حوّل الثمار النضيجة النافعة حوّلها إلى أشجار غير نافعة وغير مثمرة هو شؤم المعصية وتكذيب المرسلين عليهم الصلاة والسلام والكفر بالله ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وفي هذا درس لمن؟ لكفار قريش الذين يعيشون في مكة وهي بلاد آمنة مطمئنة أو لم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أو لم نوكلهم حرما آمنا فهذا فيه درس لكفار قريش ولكل من شاء الله إلى يوم القيامة أن الإنسان إذا كان في نعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم ثم بعد ذلك قال الله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور عاقبناهم بكفرهم قال الحسن البصري صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور ولهذا روى ابن أبي حاتم عن ابن خيره وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة قيل وما التعسر في اللذة قال لا يصادف لذة حلال إلا جاء من ينغصه إياها ينغصه إياها إلا جاءه من ينغصه إياها ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من العقوبات المتوالعة على هؤلاء القوم قال وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَا وَأَيَّامٍ آمِنِينَ كانوا قبل ذلك في نعمة وغبطة وسرور حتى إن الواحد منهم يسافر ولا يشعر بألم السفر أبداً من كثرة الأشجار وكثرة الثمار بحيث إن المسافر ما يحتاج أن يحمل معه زاد ولا ماء لأنه إذا نزل إذا خرج من قرية قبل ما يصيبه العطش أو الجوع وإذاه يدخل في القرية التي تليها فحيث نزل وجد ماءً وثمراً يعني يقيل في قرية ويبيت في أخرى ولهذا قال الله وقدرنا فيها السير صار السير مقدراً بحيث إنه يخرج من أول النهار إلى منتصف النهار فيقيل في قرية ثم يخرج من هذه القرية من منتصف النهار وفي الليل يكون في قرية تليها وهكذا ومعلوم إن المسافر إذا كان المسافر الذي يحمل على السرعة في الغالب في سفره هو إما خوف الانقطاع من الطعام والشراب ولا قلة الأمن فإذا وجد الأمن إذا وجد الأمن ووجد الطعام والشراب صار المسافر آخذاً كامل راحته في سفره كما هنا سيروا فيها لياليا وأياماً آمنين فالأمن فالأمن حاصل لهم في سيرهم سواء كان بالليل أو كان بالنهار فهنا ملوا هذه النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ملوا حياة الرفاهية والنعيم وتيسير السفر ملوا هذه النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقرأ آخرون جماعة من أهل من القرى باعد بين أسفارنا يعني بطروا هذه النعمة كما قال ابن عباس يحتاجوا إلى أنهم يعني يقطعون مفاوز طويلة يعني يكون عندهم كما طلب بني إسرائيل من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ماذا قال لهم موسى قال لا تستبدلون الذي وادنا بالذي هو خير وهؤلاء مثلهم قال الله وكم أهل أكنا من قرية بطرت معيشتها وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق يعني جعلناهم أحاديث للناس وسمرًا يتحدثون به من بعدهم كما يقول الناس في ضرب المثل تفرق بنو فلان أيدي سبا تفرقوا أيدي سبا ويقولون تفرقوا شذر مذر ويقولون أيدي سبا يعني صاروا مثل للناس فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآية لكل عبد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني في هذا الذي حل بهؤلاء القوم بسبا من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبةً عليهم فيه موعظة وعبرة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم وهذه حالة المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وكان مطرف يقول نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر ثم لما ذكر الله تعالى قصة السبع وما كان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنَّه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين فإبليس عدو الله هنا ظنَّ ظنًا وهم اتبعوا هذا الظنَّ الذي ظنَّه وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنِكَ النَّ ذُرِّيَّة إلا قليلًا وقال لا ثم لآتِينَّه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين فهنا قال ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنَّه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين من أهل الإيمان وما كان له عليهم من سلطان ما لحج الشيطان قال الحسن البصري والله ما ضربهم بعصى ولا أكرههم على شيء وما كان إلا غرورًا وأماني دعاهم إليها فأجابوه إلا لنعلم إنما سلَّطناه على العباد ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب والجزاء فيحسن في عبادة الله في هذه الدنيا ممن هو من الآخرة والقيامة والبعث في شك وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ أي ومع حفظه جل وعلا ظل من ظل من أتباع إبليس وبحفظه جل وعلا وكلاءته سلم من سلم ممن أراد الله تعالى بهم خيرًا من المؤمنين الذين اتبعوا المرسلين ثم قال تبارك وتعالى مبيناً أنه الواحد الأحد الذي لا يجوز أن تُصرف العبادة إلا له فقال رادًا على المشركين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الشركاء والآلهة التي عبدتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كما قال تعالى والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير وما لهم فيهما يعني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا واحد الثاني ما لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك ما يشاركون الله فيها أبدا فهم ما يملكون استقلالا ولا على سبيل الشراكة وما لهم فيهما من شرك وما له يعني ما لله عز وجل من هذه الأنداد من ضهير ومعين يستظهر به في الأمور أو يعينه بل الخلق كلهم فقراء لله سبحانه وتعالى طيب الآن ماذا نفى الله نفى أن يكون لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا أولا ثانيا نفى أن يكون لهم مشاركة ثالثا نفى أن يكون الله جل وعلا أن يكون مستعينا بأحد من هؤلاء إطلاقا في خلق السماوات والأرض أو في تدبير أمر السماوات والأرض فما بقي الشيء إلا الشفاعة والواسطة فقال الله ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عند الله تبارك وتعالى الشفاعة الشفاعة التي هي معروفة جعل مقارنة الشيئين في لغة العرب الشفاعة هي مقارنة الشيئين ومن ذلك الشفع خلاف الوتر والمراد بالشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعها ودفع مضرة الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعها ودفع مضرة الآن نفى الله جل وعلا عن آلهة المشركين أن تكون تملك مثقال ذرة في السموات والأرض ثم نفى أن تكون لها شراكة في الكون والخلق ثم نفى ثالثا أن تكون هذه الآلهة معاوينة لله سبحانه وتعالى فما بقي إلا واحد قد يقول قال إنها تشفى كما قال الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة وقال ويعبدون من ذو الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما بقي إلا الشفاعة لم يبقى إلا الشفاعة فقال الله ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له هذا الشرط الأول طيب هل هذه الآلهة هل تنفع؟ ما تنفع يعني عفواً الآلهة هل تشفع؟ ما تشفع لماذا ما تشفع؟ لأن الله لا يأذن لها ولا يرضاها والشفاعة لها شرطان الشفاعة لا تكون إلا إذا أذن الله للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له كما قال الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهل الله سبحانه وتعالى يأذن لآلهة المشركين أن تشفع؟ لا وهل يرضى عن المشركين في عبادتهم لهذه الآلهة؟ لا وهل يرضى عن الآلهة أنها عبدت من دون الله؟ لا إذن انتفى كل شيء ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج للشافع ومعاونة إله فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها وأما من كل ما سواه وأما رب العالمين الذي كل أحد فقير إليه فإنه سبحانه وتعالى لم يأذن فيها ولا يمكن أحد يتقدم ليشفع بدون إذنه سبحانه وتعالى أبدا إذن هذه الآية تدل على أنه يجب إخلاص العبادة لله وقطع النظر عما سواه من الأوثان والأشجار وقبور الصالحين والأولياء والأنداد كما يفعل في بعض البلدان والعياذ بالله ممن يتوجهون إلى أصحاب القبور ويذبحون القرابين والنذور إليهم ويتوسلون إليهم ويقولون يا سيد فلان أنا في حسبك ارزقني ولدا أعطني كذا والعياذ بالله هذا هو الشرك الأكبر ولقد أحسن حافظ إبراهيم حين قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات ويقال هذا الغوث باب المصطفى ويعني أنهم يتقربون إلى هذه أصحاب القبور وهؤلاء الأولياء ويذبحون النذور والقرابين ويتوسلون إليهم وأحدهم والعياذ بالله معرض عن عبادة الله الواحد القهار الذي بيده الدنيا والآخرة وإليه يرجع الأمر كله فالله سبحانه وتعالى هنا يقول بعض العلم عن هذه الآية يقول هذه الآية قطعت جميع عروق الشرك فيجب إخلاص العبادة لله وقطع النظر عما سواه حال أداء العبادة التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام يجب الابتعاد عن الشرك ووسائل الشرك وأسباب الأسباب المؤدية إليه وطلب الزلفة لديه والتوسل إليه سبحانه وتعالى بما شرع من الأعمال الصالحة التوسل بأسماء الحسنة التوسل بصفاته العليا بدعوة آخر صالح في ظهر الغيب هذه الواسطة المقبولة والوسيلة المشروعة التي يدل عليها صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول كما يقول ابن تيمية ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمنذن حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم قيل لهم الحق وأخبرنهم في الدنيا لاهين هذا قول لبعض المفسرين وقيل حتى إذا فزع عن قلوبهم اللهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن في حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم يعني زال الغشي عن قلوب الملائكة عليهم الصلاة والسلام قالوا ماذا قال ربكم يعني هم يفزعون ويصيبهم الغشي لعظمة الرب تبارك وتعالى وما تكلم به قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصف سفيان بيده فحرفها وبددها كما سبق في دروس ماضية فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن فربما دركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء هذا الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم إذن الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن الله له ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله لأن الله أعطاه المقام المحمود ليشفع في الخلق جميعاً فقال عليه الصلاة والسلام آتي تحت العرش فأسجد فيدعني الله تعالى ما شاء أن يدعني ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فهو يشفع عليه الصلاة والسلام والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون لكن لا يشفع أحد إلا بهذين الشرطين الرضا والإذن قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فهو سبحانه وتعالى العلي الذي لا أحد أعلى منه ولا أعظم منه وهو الكبير الذي لا أحد أكبر منه ثم قال تبارك وتعالى مخاطباً هؤلاء المشركين مقيماً الحج عليهم مقرراً لهم أنه المتفرد بالخلق والرزق والإلهية أيضاً قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله طيب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين وإنا أو إياكم هذا العلماء يقولون أنه هذا من باب من باب التنزل مع المخاطب لأنه معلوم أن من عبد الله وحده ولا شريك له أنه هو الذي على هدى ومن عبد الأصنام والأوثان أنه هو الذي على على ضلالة لكن هذا من باب التنزل ومع ذلك جاءت الآية بأسلوب عجيب اجتملت على في جانب الحق قال الله وإنا أو إياكم لعلى هدى مثل قول الله عن المؤمنين أولئك على هدى من ربهم فكأن وصف الله أهل الإيمان بأنهم على الهدى يعني متمكنون مثل الشخص الذي قد ركب على جواده وتمكن من ركوبه واستقر في مكانه وكذلك أهل الإيمان هم مقتنعون بالحق الذي هم عليه وبأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحي المميت الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له وهم مطمئنون إلى هذه العقيدة راسخون عليها باقون عليها وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين استعمل فيه هنا فيه في جانب الباطل وعلى في جانب الحق لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب بنظره كيف شاء الأشياء ظاهرة ما فيها خفاء ولا غموض أما صاحب الباطل فكأنه منغمس في ظلام لا يدري أين توجه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها وقال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فهذه الظلمات فهذه الظلمات ظلمة الشك والكفر والريب كلها اجتمعتها فقال هنا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله طيب إذا كان الله يجب إذن أن يفرد بالعبادة وحده ولا شريك له هم يقولون لا قال الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق ولا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الظلال بل لا بد أن يكون المصيب هو واحد من الفريقين ونحن قد قمنا البرهان على توحيد الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين والله ما نحن وإياكم على أمر واحد وإن أحد الفريقين لمهتد وإن أحد الفريقين لمهتد ثم قال تبارك وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون هذا التبري منهم يعني لستم مننا ولا نحن منكم بل نحن ندعو إلى الله وحده ولا شريك له وندعو الله وحده نفرده بالعبادة فإن أجبتم فأنتم مننا ونحن منكم وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء مننا كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون قل يجمع بيننا ربنا يعني يوم القيامة يجمع بين الخلائق يجمع الخلائق في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق يعني يحكم بيننا بالعدل ويجازي كل عامل بعمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو الفتاح العليم هو القاضي بين خلق سبحانه وتعالى الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور ثم قال تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء يعني أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله سبحانه وتعالى أنداداً وصيرتموها له عدلاً كلا كلا يعني ليس له نظير سبحانه وتعالى ولا شبيه ولا شريك ولا عديل بل هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له العزيز ذو العزة التي قهر بها كل شيء وغلب بها كل شيء الحكيم جل وعلا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدسه ثم قال تعالى مخبراً عن رسالة عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به النبوة والرسالة فقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً أي إلى جميع الخلق من المكلفين وقيل إن كافة يعني لتكفى الناس عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلالة إلى الهدى بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ثم قال تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هذا مرة أخرى ذكر لبيان استبعاد الكفار قيام الساعة لأن العياء السورة كما تعلمون سورة مكية فلابد من التركيز على البعث والجزاء والحساب فقال الله هنا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق قال الله مهدداً لهم قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون لكم ميعاد مؤجل معدود لا يمكن أن تتأخر عنه لحظة من اللحظات ولا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وقال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ثم قال تعالى مخبراً عن تماد هؤلاء الكفرة في شركهم وكفرهم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه أيضاً يعني لن نؤمن بهذا القرآن ولا بما أخبر به من أمر المعاد والجنة والنار وما إلى ذلك فقال سبحانه بعد هذا ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول هنا يتنازع ويتخاصم الضعفة والأقوية الكبار والصغار الملأ المترفون مع العابدين الضعفة هؤلاء الذين اتبعوا مع الذين اتبعوا كما مر في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب هنا يقول تعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول يكون بينهم مخاصمة ومراجعة للقول يقول الذين استضعفوا منهم وهم الأتباع للذين استكبروا وهم سادتهم وكبارهم لولا أنتم لكنا مؤمنين يعني أنتم الذين صددتمونا عن الإيمان وإلا كنا اتبعنا الرسل لكن أنتم حلتم بيننا وبين ذلك فيرد عليهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا فيقولون أننا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم يعني نحن فعلنا نحن ما فعلنا بكم ذلك ولا لنا عليكم سلطان ولا برهان بل أنتم اخترتم هذا لأنفسكم ولهذا قال بل كنتم مجرمين قال الله وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغررون وتمنون وتخبرون أننا على هدى ونحن مقيمون على عبادة هذه الآلهة وأن على شيء فإذا جميع ذلك كذب وباطل وغرور وأمان بل مكر الليل والنهار قال قتاده ابن زيد بل مكرهم بالليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني أنتم الذين سببتم لنا الوقوع في هذه العظائم وهذا الكفر قال الله سبحانه وتعالى وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ من هم الذين أسروا النَّدَامَةَ؟ هل هم السادة أم الأتباع أم الجميع؟ الجميع السادة والأتباع كلٌّ ندم على ما سلف منه لما رأوا العذاب بين أيديهم قال الله وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالِ وَهِي السَّلَاسِلَ التي تُجْمَع تَجْمَعْ أَيْدِيهِم مَا أَعْنَاقِهِم كما قال سبحانه وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال هنا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يُجزَون إلا ما كانوا يعملون أي إنما جازيناهم بأعمالهم كلٌّ بحسبه القادة عذابهم بحسبهم كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وقال تعالى في سورة العنكبوت وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وكذلك الأتباع لهم نصيبٌ من العذاب وقد قال تعالى في سورة الأعراف قالوا ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فكل واحد من هؤلاء القوم له نصيبه من العذاب وله والعياذ بالله نصيبه من الحسرة والندامة وهذا دليل واضح على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر غاية الحذر أن يضل أحداً عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم فإنه سيبوء بإثمه وإثم من أضله كما يفعل بعض شياطين الإنس عبر قنواتهم ومواقعهم الذين ينشرون ظاهر الإثم وباطنة ويجرئون الناس على الكفر وعلى الفواحش وعلى المعاصي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأن يهدي ظال المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك